موسيقى مساء الخير إنها الحروب والمأساة في مختلف بقاع هذه الأرض ولسيما في بلادنا العربية التي ترزح تحت وطأة الأزمات التي لا تولد سوى الموت ولا تزرع في مناطق النزاع سوى الأسى والفقر والنزوح هي لعنة الحرب التي تحولت إلى إرث ينقل من جيل إلى آخر نزاعات مسلحة لم تمزق الأرض فحسب بل خلفت أثارا وحشية دفع ثمنها الباهذ مدنيون من دماء أطفالهم ونسائهم وكهولهم الأبرياء لتتجاوز هذه النزاعات كل القيود في خوضها فالحروب بلا قيود هي حروب بلا نهاية إنها معاناة لا تنتهي من يفرض هذه القيود من يضع حدا لمنتهكي قوانين الحرب ومن يوفر الحماية للمدنيين وماذا عن دور المنظمات الدولية وإغاثتها للمصابين والجرحى والمحاصرين وكيف تساهم في إيقاف الاعتداءات على القرى والمدن المأهولة وإين هي الشرعية والاتفاقات الدولية وممدى الاتزام بالقانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع عن كل هذه الأسئلة يجيبنا اليوم المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط السيد روبير مارديني أهلا بك سيد روبير سيد روبير اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت باستطلاع رأيي حول موقف الشعوب ونظرتهم للقانون الدولي الإنساني بستة عشر بلدا خاضت هذه النزاعات بعض منها تقولون أن النتائج تعد مطمئنة ومثيرة للقلق على حد سواء من أي ناحية هي مطمئنة ومن أي ناحية هي مثيرة للقلق إذا أردنا استضاح النتائج هي مشجعة لأن الأكثرية الصاحقة من الناس بتعترف أنه 80% من الناس بتعترف أنه استهداف المواطنين المستشفيات سيارات الإصعاف والعمال القطاع الصحي شي غلط وش ممنوع عدد كبير من الناس كمان بيقولوا أنه استهداف الأحياء المدنية غلط وأكثر من نصف اللي شاركوا بهالإصفتاء أكدوا أنه إذا طرف من النزاع بيقوم بانتهاكات هذا ما بيخلي ما بيعطي الطرف الثاني يعني ما بيعطي صلاحية أو حق استخدام العنف حق استخدام هذه الأنف والانتهاكات نعم إذن أنتم تتفائلون هذه الدراسة أجيات عام 2016 وعنوان موقف الناس حول الحرب في 2016 الفرق بين عام 1999 واليوم بين 2016 لحظتم اختلاف بواعي الناس بمفهومهم تجاه القانون الدولي الإنساني وفهمهم لهذه الأوضاع في ظل ما نعيشه من أزمات في عالمنا العربي لاحظنا كمان أن الناس اللي عايشين ببلدين فيها نزاعات مسلحة هي بتشدد أكتر على أهمية وضع قيود ووضع قانون خلال الحرب من الناس اللي عايشين على بعد مثلا مثل دول البي فايف مثلا الصين روسية أمريكا الفرنسا شوي عندهم قبول أكتر مثلا لأنه بالحروب في ناس ممكن ناس تموت هيدا شي طبيعي ولكن الشي المؤسف والمزعج أنه في عدد أكتر من الناس اليوم بيفكروا أنه التعذيب مثلا التعذيب شي مقبول إذا بيسمح اكتساب المعلومات العسكرية يلي هو شي مزعج جدا بالنسبة لألنا لأنه التعذيب شي غلط والتعذيب يعني بس بيعزز هالدورة الانتقام والوحشية يلي هي غير مقبولة ويلي هي لازم يكون ممنوعة منعا باتا هذا ما أثار قلق الدراسة هل لمستم من خلال هذه الدراسة أن استهداف وقتل المدنيين أصبح جزءا من كلفة الحرب التي تشن وكأن هذه الكلفة لا يمكن تفاديها في أي نزاع مسلح يقام لا هو يعني هذه الكلفة أكيد المفروض أنه يتم تفاديها لأنه هذا شي غلط وجميع أطراف النزاع مجبورة تقوم بطريقة سيستيماتيكية بتجنب قتل المدنيين الأبرياء هناك اتفاق شبه عالمي إذا أردنا على رفض الهجمات واستهداف المدنيين في هذه النزاعات خصوصا نتحدث عن اتفاقيات جنيف منذ عام 1949 ولكن في اليمن إذا أخذنا في هذه الدراسة أجلت في سوريا العراق واليمن فلسطين حيث هناك هذه المناطق شهدت هذه النزاعات منذ أشهر قليلة فقط كان هناك استهداف لمجلس عزاء في صنعاء تم الاعتراف بأن التحالف السعودي هو من قام بهذه الجريمة ولكن هذا كان انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الأمين العام المتحدة بن كيمون يقول هناك نجنة لتقصي ما جرى ولكن اليوم من الذي يحاسب ما هو الضمان لعدم تكرار هذه التجربة وهذا الاستهداف الضمان هو أكيد الضغط اللي المواطنين بيضعوه على دول لأن هذا أكيد غلط السعودي المدنيين وفي ضمان تاني هو اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة على الأرض وتقوم بالحوار مع جميع أطراف النزاع لا تذكرهم بمسؤوليتهم تحت القانون الدولي الإنساني وتذكرهم أن هذا غلط وباليمن كما بسوريا وكما بالعراق وللأسف القانون الدولي الإنسانية تم انتهاكه من جميع الأطراف وهذا شيء أكيد غير مقبول ولكن لازم نشدد ونذكر بأهمية هالقوانين المهمة اللي هي الحد الأدنى للإنسانية بالنزاعات هل الصليب الأحمر الدولي كمنظمة دولية غير حكومية أصبحت مقبولة من جميع الأطراف في العالم حتى في المناطق التي تتشهد هذه النزاعات يعني اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتواغد بأكتر من 80 دولة على الأرض أكتريتهم فيها نزاعات مسلحة وعندنا مندوبين بيشغلوا كل يوم ليقدوا الخدمات والمساعدات الإنسانية للناس اللي أكتر شيء متضرين من النزاعات يعني بشكل عام عدد كبير من الدول وعدد كبير من الجامعات المسلحة تقبل بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولكن هالشيء مش أوتوماتيكي هالشيء لازم نبرهنه كل يوم على الأرض لازم نبرهنه بحياتنا وبعملنا يلي هو هدفه الوحيد هو الهدف الإنساني خالي من كل أجندة سياسة فاليوم مثلا بسوريا هالسنة أكتر من 50 مرة فرقنا مع المتطوعي الهلال الأحمر العربي السوري قدرت تتخطى خطوط النزاع تتقوم بالمساعدات للناس اللي بيحاجة لها المساعدات من تاني بالأماكن على ماذا يدل هذا إيمان بكل الأطراف بحيادية المنظمة الدولية كالصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر الدولي أنا أتكر هيدا برهان بيبين أنه في قبول شامل ولكن هذا القبول كل يوم يجب أن نعززه بعمل الميداني على الأرض سأعود للحديث بالتفصيل عن سوريا والعراق ولسيما حتى فلسطين والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولكن فيما يتعلق باليمن وصفت الحالة هناك بالحالة الكارثية عدد كبير من النازحين عدد كبير من القتل المدنيين والجرح والمصابين اليوم الصليب الأحمر ما هو الدور الذي يقوم به بشكل بارس في اليمن لمساعدة هؤلاء المدنيين وبالفعل الحالة الإنسانية في اليمن هي كارثة لأن اليمن كان متعرض لنزعات عديدة من عقود كثيرة من هالوقت والمواطن اليمنى يدفع هالثمن سنة بعد سنة يوم بعد يوم شهر بعد شهر أكثر من مليونين نازح آلاف القتلة خلال الشهور الماضية وأكثر من نصف مستشفيات اليمن اليوم مدمرة ولا ما بتقريت الشغل ولا ما فيها كهرباء وما فيه فيول لتشغيل المؤلدات فحالات مأساوية جدا ونحن كاللجنة دولية موجودين على الأرض موجودين بصنعة موجودين بصعدة موجودين بتعز مثلاً اللي هي مدينة اليوم محاصرة موجودين بعدن وعن نجرب مع زملائنا من الهلال الأحمر اليمني نساعد هالمستشفيات ندعمهم بالموايد الطبية بالموايد الجراحية لمعالجة الجرحة ولكن كمان مثلاً الإنسولين والديالايسيس لأنه اليوم الناس عم بتموت ما بس لأنه عم تنجرح مباشرة بالنزاع ولكن بتموت لأنه أكترية الأمراض المزمنة ما عندها حلول باليمن وهي مساعدات طبية ولكن عذراً سيد مارديني في اليمن استهدفت المستشفيات المنشآت الطبية التي تتحدث عنها كثير من الأشخاص لا يمطون في منطقة النزاع ولكن بعد وصولهم إلى هذه المستشفيات هل من إجراءات تتخذونها لحمايتهم خصوصاً وأنه يتم استهداف هذه سيارات الإسعاف هذه أو المستشفيات التابعة لمنظمات دولية كالصليب الأحمر الدولي نحن بالإضافة للمساعدات اللي منقوم فيها عنا حوار قوي مع جميع أطراف النزاع منرفع ملاحظاتنا منرفع لما فيه انتهاكات من خلال هالحوار الثنائي اللي هو مهم جداً تنقنع الطرف التاني أنه هيدا شي ما بيساعد وما بيساعد لحل سياسي ولا المجتمع يرجع يتصالح ويرجع يبنى من جديد وبالإضافة لعمل طبي باليمن أكيد نشغل بحقل المياه والصرف الصحي لأنه هو مهم جداً اليوم فيه مشاكل كوليرا باليمن ومساعدة السلطات المياه بجميع أنحاء اليمن هي شغلة مهمة جداً كمان بتساعد لتخفيفة النزاع سيد مارديني تقولون بأن الإصغاء إلى أراء الناس هو جزء من مهمتكم وعملكم أيضاً لمساعدتكم في أداء دوركم سنتحدث بعد الفاصل عن دوركم في سوريا تحديداً في حلب ما يجري الآن في حلب وكذلك في معركة الموصل وباقي المناطق النزاع ولكن التركيز في هذه الأيام على هذه المناطق المشتعلة كل ذلك ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نجيها مع المسؤول الإقليمي المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط سيد روبير مارديني أهلاً بك من جديد سيد روبير تحدثنا عن التقرير الذي أعدتموه بستة عشر بلداً تم اختيار سبعة عشر ألف مواطن للحديث عن نظرتهم تجاه القانون الدولي الإنساني تجاه الحروب التي يتم فيها هذه الانتهاكات ولكن هذه الأثار الوحشية لم تقتصر كما ذكرنا على مناطق معينة تحدثنا عن اليمن اليوم المسرح الأبرز فيما يجري في الموصل وفي العراق هناك تقارير رفعت باستخدام تنظيم داعش للسلاح الكيميائي قبل أيام فقط حكي بأن الصليب الأحمر الدولي وهذه المنظمات قامت بتجهيز وتدريب موظفيها للتعامل مع الحالات التي تصل جراء استخدام داعش لهذه السلاح الكيميائي ما هي الإشاءات التي اتخذتمها هناك تحديدا لمواجهة هذا السلاح المحضور دوليا ومعترف به حتى من جميع الجهات إلا أن داعش يقوم باستخدامه في معركة المنصر هذه نقطة مهمة جدا وبحب ذكر وشدد على استعمال الأسلحة الكيميائية ممنوعة منعا باتا بالنزاعات المسلحة ومحضورة بكل الاتفاقيات الدولية ولكن بما أنه في استعمال لهذه الأسلحة نحن دربنا تواقمنا ودربنا عدد من المستشفيات حول الموسيل حول مدينة الموسيل اللي هي عم تستجيب وعم بتساعد الجرحة اللي عم يتضفقوا على هالأماكن تقدروا يعالجوهم ولكن منحب نذكر أنه هذا شيء ممنوع وهذا شيء غلط هو محضور كما ذكرنا السلاح الكيميائي ولكن إلى أي درجة لديكم قدرة على إيصال هذه المساعدات هذه الأجهزة لسيا نحن نعلم محاصرة المدنيين هو العامل الأبرز والعائق الأبرز بالنسبة لكم إلى أي مدى لديكم القدرة في الموسيل على إيصال هذه المساعدات ولسيا من النازحين أيضا نحن لدينا صعوبة كبيرة نشتغل بقلب مدينة الموسيل اليوم الحقيقة عملنا بتركز على مساعدة الجرحي اللي بينزحوا من ساحة المعركة على مستشفى شيخان وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية حول الموسيل منساعد كمان النازحين بالمواد الغذائية والمواد المهمة اللي اليوم عايزينا ما ننسى أنه الشتة بلش والحرارة عم تنزل الدرجات الحرارة عم تنزل فالحالات مأساوية جدا للنازحين في الموسيل وكمان لازم نتذكر أنه بالإضافة للموسيل فيه ثلاث ملايين ونص نازحين بالعراق لأنه صار فيه عدة معارك بمدن مثل الرمادي الخلوجة هيد صلاح الدين ويعني تواقمنا مع الهيلة الأحمر العراقي عم يقوموا بالواجب ذكرتم سيد مرديني بأنكم هناك تنسيق وتعاون مع هذه الدول حتى مع المنظمات قمتم بزيارات الإمكان لسيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي حتى في مصر كان لك وما لقاء مع الرئيس السيسي تشددون على هذا التعاون والتنسيق ولكن إلى أي مدى أنتم لديكم قدرة على تعاون وتنسيق مع فصائل تصنف بالإرهابية لديكم الوصول أو مساعدة هؤلاء المدنيين والمحاصرين من قبل مجموعات مسلحة تصنف بإرهابية دولية بالنسبة للجنة الدولية لصريب الأهمية نحن ما منصنف دول وما منصنف جامعات مسلحة نحن بالنسبة لقلنا فيه أطراف للنزاع وعملنا هدفه واحد هو العمل الإنساني ولازم نتحاور مع الجميع أكان الدول أم أكان جامعات مسلحة هذا الشيء مرات بيكون صعب مرات فيه تحديات أكيد ولكن لدينا تواصل اليوم مع عدد كبير من الجامعات المسلحة مثلا بسوريا وهذا الشيء بيسمح لنا نتخطى خطوط التماس والقتال ونستطيع أن نساعد المدنيين الذين عايشون بالأماكن المسيطرة لديكم تواصل مع جامعات مسلحة كما يرجع اليوم في داخل أحياء حلب الشرقية داخل مدينة حلب حتى لدينا بعض الاتصالات نعم إلى أي مدى سيد مرديني بالفعل هناك حملة توعية لديكم للرعاية الصحية حق لكل شخص إلى أي مدى تتعاملون بأن هذه الرعاية حق حتى لشخص قد شارك في هذا النزاع قد أصيب ولكن يحق له بهذه الرعاية الصحية والطبية من قبالكم هذه فقرة مهمة جدا من معادة جونيف وهي الفقرة التي أسست الحركة الدولية لصليب الأحمر لما أريدنا بحرب صلفرينو قال أنه حتى الحروب يكون عندها حدود للمأساة وحتى المقاتلين الذين جرحوا إذا وقفوا من العمليات العدائية ألهم حق للرعاية الصحية وهذا شيء مهم جدا يستمر اليوم بكل أماكن النزاعات أكانت بسوريا بالعراق باليمن أم لا بغير دول ولكن للأسف سيد مرديني برغم إيمان الصليب الأحمر الدولي بحق الرعاية الصحية لأي شخص حتى إن كان مشارك في هذا النزاع يتم استهداف في بعض الأحيان مع دخولكم إلى هذه الأحياء يتم استهداف طواقمكم سيارات إسعاف مستشفيات الميدانية المتنقلة حتى من يرفعون شعار الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر الدولي باستهدافهم ما الإجراءات التي تتخذونها ما الضمانات التي يمكن أن تمنع هذه المجموعات أو هذه الأطراف من استهدافكم مرات لاحقة وعلى ما يبدو بأن هذه الحرب للأسف مستمرة وهناك حالات صعبة داخل هذه الشوارع وداخل هذه الأحياء أكيد هذا صحيح يعني إذا ناخد سوريا من أول النزاع المسلح بسوريا 54 متطوع من الهلال الأحمر العربي السوري قتلوا خلال الخدمة فهذا شيء أكيد غير مقبول وفيه مستشفيات والسهدف وهذا شيء كمان غير مقبول وبالنسبة لألنا أهم شيء هالحوار نثبته ونمتنه مع جميع الأطراف تنقنعهم أنه هذا شيء غلط وهذا شيء ما حيساعد للمصالحة المصالحة الوطنية وتترجع الناس تعيش مع بعضها من أول وجديد إلى أي مدى كان لديكم دور في المصالحات التي تمت في سوريا في المناطق التي قام فيها المسلحون بتسليم أنفسهم إلى السلطات السورية وإخراجهم إلى مناطق مثلا كإدلب مناطق هم أرادوا الخروج إليها لا دور لنا في المصالحات لأنه هذا عمل سياسي ونحن عملنا عمل إنساني بحث فنحن نقوم بالمساعدات بالأماكن المحاصرة نساعد الناس لما تنزح إذا أكيد نزحت بدون ما يفرد النزوع عليها ولكن نحن لا نتعامل بالمصالحات بين الجامعات المسلحة والدولة السورية لأنه هذا عمل سياسي يخرج من نطاق عمل اللجنة الدولية إلى أي مدى تتعرضون ولكن في المقابل إلى ضغوط سياسية من قبل أطراف معينة لا أدري ولكن دائما الضغطات السياسية تلعب دور حتى في الضغط على المنظمات غير الحكومية هذا كمان صحيح ويفتكر يوميا طويقنا بتعرضوا للضغوطات من جميع أطراف النزاع يستعملوا العمل الإنساني للأجندة تبعهم السياسي وهذا شيء أكيد لازم نحن نكون واضحين وضوح الشمس بالنسبة لأله ومن يعني من نروح لأجندة جهة ولا أجندة جهة تانية لأنه هذا شيء بيجعل عملنا الإنساني أصعب لأنه بيفقدنا الحيادي اللي هو مهم جدا بالنسبة للقيام بالعمل بتأكيد المتطوعون في الصليب الأحمر الدولي هل أثرت هذا هذا القيام باستهداف هذه الأطراف في النزاعات باستهداف طواقم الصليب الأحمر الدولي بمعنوياتهم بانخراطهم في هذا العمل أم لحظتم بأن أبناء هذه البيئة كان لديهم أكثر استعداد لمساعدة المدنيين في مناطق النزاع يعني يلي أنا بشوفه بالمنطقة الشرق الأوسط والأدنى أنه الزملاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما بيشوفوا المأساة الإنسانية يلي بتواجهها عامة يعني الناس بسوريا وبالعراق وباليمن هيدا شي بيشجعهم وبيعطيهم قوة أكتر تيقوموا بالواجب وتيقوموا بالاستجابة الإنسانية ونحن عم نشوف أنه أكتر ناس عم بيحبوا يجو ويشتغلوا للجنة الدولية للصليب الأحمر بالرغم من الصعوبات الميدانية اللي عم نلاقيها كل يوم على الأرض بسؤال أخير هل ممكن القول بأن كل التحديات التي تواجهكم أو المعاوقات والعوائق قد تسعون إلى تخطيها بشكل أو بآخر يعني يعني أكترية التحديات من لقي حلول ميدانية لأنه الحوار هو فقرة مهمة جدا من عملنا ومفتكر شيء اللي بيشجع أنه في نتيجة إنسانية للعمل على الأرض وهذا شيء بيشجعنا على طول نجرب ونقوم بعمل أكبر وأقوى على الأرض بالرغم من التحديات يبقى صليب الأحمر الدولي لديه المهمة الإنسانية وهذا ذات البعد الإنساني وهي العنوان الذي يختصر والوعي لدى الإنسان ولدى المواطن العربي بأن هذه المنظمة ومؤمن بأنها لديها البعد الإنساني والأشكرك جزيلا الشكر المدير الأقليمي للجنة الدولية للسليب الأحمر السيد روبير مارديني في الشرق الأدنى والشرق الأوسط شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الميادين وشكرا أكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة